ما تشتاق سيد عبد الوهاب للعودة للحياة السياسية؟ يعني السؤال دائما أسأل لكن في نفس الوقت هل أنا خرجت على ساسعود أنا موجود بالساحة السياسية بالساحة السياسية؟ موجود بالساحة السياسية نحن فاقدينك على رؤية محلي أنا خدمك قل لي وين موجود بالساحة السياسية بدون بهرجة إعلامية عندنا طبعا عدة لقاءات مجموعة الثمنتعش عندي الأخ عبد الله مفرج وهذه مجموعة الثمنتعش دائما نناقش القضايا المحلية إن كانت قضايا سياسية أو قضايا تهم البلد وكيفية معالجتها وكيفية كذلك محاربة الظواهر السلبية في المجتمع الكويتي هناك مجموعة ثانية اسمها مجموعة الستوعشرين متخصصة في الجانب الاقتصادي وخصوصا فيما يتعلق بالهدر المالي وكيفية وضع اقتراحات لكيفية ترشيد ما زالت فاعل الستوعشرين هم موجودين واحتمال يصدرون كتيب عن عملهم السابق وفي نفس الوقت هناك مجموعة أخرى اللي يسمونهم مجموعة الوفاق الوطني اللي هي برئاسة يوسف محمد النصف وهذه المجامع حقيقة يعني تهتم بالشأن العام وتهتم بمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية وكذلك الشأن العام لكويتي يعني وإحنا لسنا بعيدين يعني نقابل المسؤولين نجتمعوا إياهم نبدأ رأينا وفي نفس الوقت يعني المجموعة اللي هي مجموعة الثمانة عشر هي أكثر مشابقة بالضبط صدرت يعني وثيقة طبعا الوثيقة هذه ربما جهود أنتو قريتوها يعني هذه الوثيقة للإصلاح والتوافق الوطني في الكويت وقدمت إلى سمو الأمير كذلك قبل حوالي سنة ونص وأبدأنا رأينا فيها ووضعنا كل الأمور اللي يجب أن تأخذ بالاعتبار في كيفية التوافق والإصلاح السياسي في الكويت يعني إحنا موجودين إن شاء الله دائما ونشاطنا موجود ولكن بدون بحرجة بحرجة إعلامية